خلينا نقول انه احنا عاوزين نفهم المشهد بمنتهى المهنية لأ ما احنا مش السيئة مقان ولا بي بي سي احنا بنتكلم جد يعيني والله يا بجد نجوم تحت المخرطة وكده مغربك برضو طيب تعالى نشوف الجهود المصرية في مسألة الوصول الى حل طيب وادارة المباحثات بتاعة القوى الاقليمية والدولية مش بس لايقاف الحرب ولكن الوصول الى مقاربة لو صح التعبير كده وان كان صحيحا مقاربة السيسي حل الدولتين على حدود 4 يونيو 1967 القدس الشرقية عاصمة فلسطين الحرة المستقلة كل ده في اطار اجتماع اللي حصل النهاردة اجتماع مجلس الامن اللي ترقصه في خمط الرئيس ولقاءه مع انتوني بلينكين وزير خارجية الولايات المتحدة الامريكية يا شاء العلي العظيم ان انا حظي يبقى اكتر من رائع بانه ضيفي العزيز هو مش بس باحثا متخصصا في الشؤون او شؤون الصراع العربي الصهوية وانما هو اصلا كمان متخصص في اللغة العربية العبرية ثم دراسات عليا في العلوم السياسية تحديدا في هذا الشأن الباحث المتميز الاستاذ شادي محسن الباحث في الشؤون الاسرائيلية والفلسطينية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية بالمناسبة المركز مليان ماس فل حاجة شاء يعني حاجة الواحد تشرف الواحد يفخر بيها ازايك الاول؟ تماما نورتنا الحمد لله بنور سياتك هنبدأ منين؟ هل هنبدأ من تسعة ايام؟ ولا نبدأ؟ مش عايز طبعا ناخد بعضنا على البدايات بتاعة العصابات الصيونية شتيرن واراجون لكن لو قلت هبدأ من التسعة ايام وأبدأ مما أطلق عليها المزيع الآن مقاربة السيسي في ظل اجتماع مجلس الامن القومي وفي ظل لقاءه أو لقاء فخمة الرئيس مع وزير الخارجية الأمريكي بسم الله الرحمن الرحيم يعني هو المقاربة مقاربة الرئيس عبد الفتاح السيسي بدأ من 2013 فكرة تأسيس الدولة الوطنية ودولة المؤسسات فكان دور مصر واشتباكها مع القضية الفلسطينية دخل مرحلة جديدة وعهد جديد تم تتشينه على يد السيد الرئيس انه ازاي القضية الفلسطينية لما تتجاوز محنتها ويتم تهيئة الوضع بشكل عام لإيجاد تسوية سياسية نهائية يبقى الفلسطينيين قادرين يوقفوا على رجل قدم صلبة القدم الصلبة هي نوات المقصود بها ان يبقى فيه دولة مؤسسية فلسطينية ما تخشش مرحلة الفترة الانتقالية فتعبس فيها فوضاء تعبس فيها البحث عن الكوادر البحث عن المأساسة البحث عن شعب يتحول لمجتمع مدني ثم يتحول لمجتمع سياسي تكوين وتشكيل حكومات فكان من 2013 و2014 لحد الان مصر بتحاول ان هي تخلق المؤسسات الفلسطينية اللي تقيم دولة فلسطينية حرة مستقرة ومستقلة في نفس الوقت المسألة دي ما هيش رفاهية او مسألة مصر بتحول ان هي تجد فيها مقاربة جديدة علشان يبقى فيه دور جديد للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2014 كون رئيس جديد في عهد جديد في الله بينا نشتبك مع القضية الفلسطينية في شكل جديد لا الحقيقة ان الاسرائيلين كان دايما بيروجوا لرواية ان انا لو فرضا وفقت على اقامة دولة فلسطينية ودخلت في المفاوضات مباشرة مع الفلسطينيين اللي يضمن لي امني اللي يضمن لي ان انا ما بخلقش دولة فوضوية مرحلتها الانتقالية هي مرحلة فوضوية بش انتقالية فورا مصر ضبطت المحاضر المتعلقة بكيفية ادارة مرحلة انتقالية كيفية تأسيس دولة وطنية ومؤسسات كيفية خلق كوادر يديروا المشهد السياسي والمدني ثم احوار وطني كل المحاضر دي اللي هي الاتفاق المصالحة قصود الفلسطيني الفلسطيني المحاضر دي كانت متستفة طول فترة العشر السنين اللي فاتوا مصر قدمتها للحكومة الفلسطينية وللشعب الفلسطيني علشان يبدأ ما يبدأش يخترع العجلة ويبدأ من المربع الصفري لا يبدأ من حيث انتهت مصر مصر 2013-2014 فهي دي المقارمة بتاعت السيد الرئيس انه ما نبدأش من الصفر وما نحاولش نعزز رواية الاسرائيليين في انه ان انا بخلق دولة فلسطينية فوضوية وان ما فيش اساسا طرف فلسطيني هادئ طرف فلسطيني قادر على التفاوض طرف فلسطيني فاهم قضيته طرف فلسطيني موجود بالاساس يعني ايه موجود بالاساس؟ يعني مش متهنجر مش في مخيمات مش في دولة مضيفة فاحنا هنتصل بيه عشان يرجع ياخد ويستلم ارضه تاني لا شعب موجود على ارضه فاهم سياسة كويس جدا فاهم ازاي يدير السياسة ففي الحقيقة يعني الخلاصة بتاعتي هي ان مصر ادت المقاربة بتاعت السيد الرئيس هي تنقسم الى واحد كيفية ادارة مرحلة انتقالية كيفية ادارة تسوية سياسية مع الاسرائيليين كيفية بناء دولة فلسطينية وطنية مؤسسية حلو جدا